زيزو في يناير حرج قاد على ترابيز المجلس يدار لو وفقت في انتخابات نادي الزمالك وقالوا لك كابتن أحمد فيه عرض جايل زيزو بعشرة مليون دولار فواستهازي الأزمات الكثيرة في نادي الزمالك تقبل أم ترفض؟ أي قرار أي قرار لأحمد سليمان هياخده أو يساعد فيه رقم واحد مصلحة نادي الزمالك رقم واحد مصلحة نادي الزمالك مصلحة نادي الزمالك فين؟ هو ده اللي ينفذ حتى على عقول أحمد سليمان والرقم ده يبقى شو مصلحة نادي الزمالك؟ بصرف النظر أي قرار هيتخذ لازم فيه لورز اللي هيتعامل للمجلس الإدارة أخوة أحمد سليمان مفيش قرار متاخد غير مصلحة نادي الزمالك رقم واحد وعاكده أبدأ أفكر في العب في عدو مجلس إدارة في جمهور في مصلحة نادي الزمالك فين؟ مصلحة الزمالك إن زيزو يقعد يكمل يكمل مصلحة نادي الزمالك ده أنا دخل على البطولة وزيزو ده جابلي مليارات مليارات والبطولة إن الزمالك اللي بعشاءها جاية وزيزو من إحدى العوامل لو مليارات زيزو قاعد لو مليارات لو مليارات زيزو قاعد البطولات وقمش نادي الزمالك هو الأساس العلم اللي وراك دوت هو كل حاجة بالنسبة لنا نبص قدامنا باخد قرار بابص عليه الأول وبعد كده بص في عواضفي في أي حاجة لو نادي الزمالك مصلحتونام سيما ناديم سيالته وذي أنا عملت فلن 알아دoo استقالته لو مصلحة نادي الزمالك إن زيزو يقعد وياخد ملايين يقعد وياخد ملايين لو مصلحة نادي الزمالك إن شكبال يقعد ياخد ملايين يخد ملايين ده الهيفيد نادي الزمالك لمصلح نادي الزمالك